نقلت صحيفة الأمة الباكستانية عن وزير الشؤون الدينية شودري حسين أن عدداً كبيراً من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية ويأتي هذا التصريح مع كشف اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوآم بين الأديان في البرلمان الباكستاني أن نحو خمسين ألف زائر باكستاني اختفوا في العراق هذه التصريحات دفعت بسياسيين عراقيين للطلب من الحكومة الرد على هذه المعلومات محذرين من أن ذلك يشكل خطراً على الأمن ويؤثر على سوق العمالة وفي أول تعليق حكومي أعرب وزير العمل العراقي أحمد الأسدي عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد مؤكداً أن وزارته ستحقق في اختفاء آلاف الباكستانيين في العراق مشدداً على أن هذا الأمر سيكون محل اهتمام وسنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم كما حذر الأسدي من أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على الاقتصاد وتنافسيته في سوق العمل وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان الشرطة العراقية اعتقال آلاف الباكستانيين في مختلف المدن العراقية لمعرفة التفاصيل من بغداد ينضم إلينا الباحث والأكاديمية الدكتور خالد عبدالإله عبدالستار أهلاً بك معنا دكتور خالد أولاً ما تفاصيل ما جرى؟ وهل الذين اختفوا قصراً حتى الآن الخمسين باكستاني الذي تتحدث عنه باكستان هم من تم إلقاء القبض عليهم في مختلف المدن العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ستاهاني والجميع مشاهدي قناة العربية الحلث وشاكل لهذه السبافة يعني ليس من المنطقة أن نتحدث بأن هؤلاء قد اختفوا قصراً وأنهم قد يكون موجودون في العراق ولكن تجهوا بالتجاهات غير شرعية للعمالة بهذا الخصوص لأن هناك أكثر من جنسية اليوم عاملة في العراق بطريقة غير شرعية وهناك اليوم أسرار حكومي إلى مسار أن يكون هناك تقليل لهذا الموضوع لا ننسى بأن هناك لدينا مراقب مقدسة وبالتأكيد هناك بعض السماحات لمنح سمحة الدخول لمختلف أزائرين العتبات المقدسة لكن مع ذلك هناك يجب أن تكون لدينا إجراءات على مستوى تقنين مثل هذا الأمر بالشكل الذي يمكن من خلالها أن نحافظ على الأمن المجتمع العراقي والأمن السلمي لأن في المقابل هناك أيضا دول لديها مراقب مقدسة وهناك زيارات بالملايين وبالتأكيد هناك نوع من الجوانب الأمنية أنا أتوقع اليوم هناك صالدة أجزاء أمنية وزارة الأمن أو الأمن الوطني ووزارة الداخلية المخابرات العراقية كلها اليوم تعمل فيه هذا الموضوع بالطريقة التي لا يكون هناك أي أضرار يخص بالأمن الداخلي أو يزعزع الأمن الداخلي العراقي من ناحية ويؤثر على سوق العمل لأن هذه الهجرة الغير شرعية من ناحية ومن ثم عمل غير شرعي يؤثر أيضا على سوق العمل العراقي مثلما تحدثه وزير العمل الأستاذ أحمد الأسدي هذه المجموعة الباكستانية دخلت البلاد بطريقة قانونية؟ بالتأكيد هؤلاء يأتون بطريقة قانونية لزيارة المراقض المقدسة وبالتأكيد يتم تسليم جوازاتهم لكن لا يأتون مرة ثانية لاستلام هذه الجوازات وبالتأكيد هنا نتحدث عن إجراءات أمنية من خلالها أن تحد من عملية التهرب من عدم العودة بهذا الخصوص ليس فقط من باكستان وإنما حتى من بنغلاديش هناك أيضا عمالة غير شرعية وبدأت الحكومة العراقية والإجراء الأمنية منذ أشهر بالتأكيد قبل هذا التصريح كانت هناك حملات بمختلف الأسواق المولات الأماكن السكنية كلها تبحث عن الهجرة الغير شرعية والعمالة الغير شرعية ومن ثم يتم إجراء عملية القبض ومن ثم إحالتهم للمحاكم المختصة ومن ثم تهجيرهم إلى دولهم بهذا الخصوص أنا أتوقع اليوم أن نحتاج أيضا تنسيق أمني بين تلك البلدان التي جاءتنا منها العمالة الغير شرعية بالطريقة التي يمكن من خلالها أن نطور ونحسن من عملية الإداءة وبالتأكيد هناك أيضا إجراءات الذكاء الصناعية أو الأسوار الذكية لكل من يأتي لزيارة المراقب المقدسة أنا أتوقع مثل هذه الوسائل يمكن من خلالها أن تحد بشكل كبير جدا من عملية تمويع هؤلاء ومن ثم بحثهم أو أيضا أن هناك قبل يوم كان هناك مسك أكثر من 33 باكستاني وسبعة باكستانيين كانوا يقومون بعمليات التسليب أو تهديد المواطنين العراقيين في بعض المناطق أنا أتوقع مثل هذه الإجراءات أن أتوقع يجب أن تكون حاسمة ومنظمة بالطريقة التي يمكن من خلالها لا تشكل خطرا كبيرا جدا على الأمن العراقي دكتور خالد طيب أنت ضفت على مقترحات يجب اتباعها الآن الاستراتيجية المتبعة في العراق للرحلات والزيارات للأماكن المقدسة ما هي؟ يعني هناك إجراءات أساسية منها الجواز ومنها سمة الدخول ومنها الفيزا وبعد ذلك قد يكون السوار الأمني كل هذه الإجراءات تتخذها الحكومة العراقية فيما يتعلق بهذه الزيارات لكن في المقابلة أن نتوقع الدخول هؤلاء ومن ثم سحب جوازاتهم لا يأتون مرة ثانية وبالتأكيد هنا نتحدث عن عدم وجود مراقبة أو عملية تنظيم في إطار الأفواج فيما يتعلق بالعمرة أو بالمنسبة للحج هناك تنظيم وهناك مسألة الحديث عن جانب أمني يحدد عدد يتم تحديد الأماكن السيارات الخاصة بنقلهم ثم بعد انتهاء المراسمي يعودون مرة ثانية إلى ديارهم أنا نتوقع هنا تنقصنا عملية الخلل وبالتأكيد هناك سوف تكون مراجعات حقيقية وتطبيق الإجراءات مشددة بهذا الخصوص لكي لا يكون هناك من يحاول أن يزعزع الاستقرار العراقي ويعزف على الوتر الطائفي أو القومي أو المذهبي خصوصا فيما يتعلق بإطلاق عدد من قيادات تنظيم داعش قبل أيام من خلال قسد السورية التي أطلقت عدد من قيادات تنظيم داعش لذلك نتوقع الخطر الأمني اليوم جسيم وبالتأكيد المعالجة هذا الخطر يحتاج إلى إجراءات عمالاتية وواقعية وأعتقد أن السيد الشمري يمتلك مثل هذه الإجراءات القوية التي يمكن من خلالها أن تحد من عملية وصول هؤلاء أو اتجاههم إلى بعض الأماكن هناك اليوم عمليات مستمرة لعملية التفتيش والقالقبض ومن ثم إجراءات الضبط القضائي ومن ثم الترحيل كل هذه الإجراءات تهدف في إطار أعطاء رسالة واضحة للداخل العراقي والمجتمع الدولي بأن الإجراءات هي تسير وفق الجوانب القانونية بهذا الخصوص طيب دكتور خالد أنت تحدثت على تأثيرات أمنية أريد أن أعرف منك التأثيرات الاقتصادية على دخول عمالة غير مرخص لها بالعمل وكيف يمكن أن يرفع ذلك من سوق البطالة أيضا في العراق؟ بالتأكيد عندما يتحدث السيد وزير العمل عن العمالة الغير شرعية فبالتأكيد هنا مزاحة من العامل العراقي ونحن اليوم نعاني من بطالة وأيضا تدني مستويات المعيشة وبالتأكيد هنا نسبة كبيرة جدا من الفقر ومواشرات الخط الفقر ومواشرات أيضا ليست بالقليلة كل هذه الأمور سوف تزاحم العمالة الوطنية في الكثير من المشاريع والاستثمارات اليوم التي تعقدها الحكومة فبالتأكيد هنا نتحدث عن أن هؤلاء قد يعملون بطريقة غير شرعية بنص الأثمان وبالتأكيد هذا الأمر يعني مزاحة العمالة الوطنية نتوقع أن مثل هذا إجراء يجب أن يكون حازم ليس فقط في إطار ما يتعلق بإجراءات منح السمات الدخول وإنما حتى في عملية مراقبة هؤلاء بالطريقة التي لا يكون هناك عمل لهؤلاء أكثر من تقارير صحفية أو إعلامية شخصة الخلل فيما يتعلق بمثل هؤلاء يعني ليس فقط في عملية امتهان أو مزاحمة العمال العراقية وإنما أصبح التسول لهؤلاء في بعض الأماكن المقدسة يشكلون خطرا كبيرا جدا على البناء المجتمع وهناك نتوقع يجب أن يكون هناك إجراءات رادعة حقيقية تبدأ هذه الإجراءات منذ دخولهم في المنافذ الحدودية وصولا إلى انتهاء الأيام المخصصة سواء كانت للسياحة الدينية أو لمراجعة أو للحديث عن السياحة بشكل عام في إطار هذا الجانب شكرا جزيلا من بغداد الباحث والأكاديمية الدكتور خالد عبدالإله عبدالستار شكرا جزيلا لك نبقى في العراق حيث سيطر الدفاع المدني العراقي على حريق اندلع بعدد من المحل التجارية بمنطقة الدكير في البصر شكرا جزيلا لك